اشتركوا في القناة نزوى تضم هذه الولاية العريقة في جنباتها جملة من المعالم الحضارية الراسخة الشاهدة على دورها الحضاري والثقافي في شتى علوم المعرفة الدينية والأدبية والاجتماعية والجغرافية والتي مكث علماؤها على نيد علومها بتجوالهم وترحالهم لأماكن ساهمت في ترسيخ وتعزيز طلب العلم ولو تحت شجرة حارة العقر الحارة الأثرية التاريخية الجامعة للعديد من الشواهد الحضارية لرواسخ العلم الشامخة والمرتبطة بالعلاقة المتينة والوثيقة بعلماء بيضة الإسلام تقع الحارة في قلب نزوى بجانب قلعتها الشهباء ويحتويها سور العقر الذي بدأ ترميمه مؤخرا حيث تتسم هذه الحارة بجمعها للعدد الكبير من المساجد والجوامع التاريخية التي اتخذها عدد من الناس مقرا لتدارس العلوم الفقهية وعلوم اللغة من هذه المساجد مسجد الشواذنة الذي أعيد تجديده في السنة السابعة بعد الماء تعد حارة العقر مكانا روحيا يلهم مصطادية العلوم فمنذ القدم تحكي شواهد صفحاتها حكاية الراوي لما خرج منها من علماء كانوا مساهمين في إبراز الدور الحضاري الثقافي العلمي والأدبي في كافة العلوم المختلفة تعد حارة العقر من المناطق القديمة في ولاية نزوى إذ أن هذه المنطقة تقع في وسط المدينة لذا نالت إعجاب قاطنيها نالت إعجاب قاطنيها لكونها تقع قريبة من السوق كما أنها قريبة من قلعة نزوى التي كانت مهدا للعلماء والأئمة الذين أقاموا في هذه القلعة الشامخة كما أن منطقة العقر تتميز بوجود مساجدها وبيوتها القديمة ومن ضمن هذه المساجد الموجودة في منطقة العقر مسجد الشواذنة الذي بني في السنة السابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تعاقب في هذا المسجد المبارك مجموعة من العلماء الذين أقاموا فيه الحلقات العلمية ومن ضمن أولئك العلماء الذين أقاموا الحلقات الفقهية والنحوية في هذا المسجد الميمون الشيخ سعود بن أحمد الإسحاقي والشيخ عامر بن خميس المالكي والشيخ أبو زكريا يحيى بن سعيد والشيخ أبو علي الحسن بن سعيد وغيرهم من العلماء الذين كان لهم دور كبير في نشر العلم والثقافة في هذه المدينة المباركة ولا ريب أن مسجد الشواذنة يعد من المساجد القديمة والمساجد التي كان لها دور كبير في نشر العلم والثقافة وقد عني باهتمام العلماء فقد خرقوا من هذا المسجد كثيرا من طلبة العلم الذين نشروا بعد ذلك العلم في البلدان والأمصار ومن العلماء الذين تخرقوا من هذا المسجد العلامة أبو عثمان الأصم رحمه الله تبارك وتعالى فقد كان يلقي الحلقات والدروس في هذا المسجد المبارك كما أن هذا المسجد تم تجديده في سنة تسعمائة وست وثلاثين من الهجرة الموافق ألف وخمسمائة وتسعة وعشرين من الميلاد والمسجد هذا فيه محراب منقوش نقشه رجل مشهور بالنقش اسمه عيسى بن أحمد وهو من ولاية منح بداخلية عمان وقيل أن أقدم مسجد نقش محرابه هو جامع سعال بنزوى ويعد مسجد الشواذنة ثاني مسجد ينقش محرابه والناظر إلى محراب مسجد الشواذنة يجد تلك الزخرفة العجيبة التي تدل على تمكن هذا النقاش وقد قام بنقش هذا المحراب في سنة تسعمائة وست وثلاثين من الهجرة الموافق ألف وخمسمائة وتسعة وعشرين من الميلاد أي عند تقديد مسجد الشواذنة وفي العهود المتأخرة رمم هذا المسجد بناء لأهميته فالمسجد عامر بالمصلين والذين يدرسون القرآن الكريم فيه فقد تم ترميمه في سنة ألفين وثمانية وظهر هذا المسجد بهذه الصورة الجميلة الصورة المعمارية وما زال هذا المسجد ولله الحمد قائم بوجود المصلين وحلقات الذكر والعلم وتعليم القرآن الكريم ذكر تلك الأماكن والزوايا وإن وجد حكاية ما يبهرنا بها عن حب العلماء لهذه الحارة وأماكن تجمع تدارسهم للعلوم ترجمة نانسي قنقر